وزياد تانية وده خبر مهم متعلق باجتماع بريرا رئيس لجنة الحكام مع الحكام امبارح ونعرفين ان القائمة الدولية المفروض فيه معسكر للنقبة دلوقتي الحكام المرشحة عشان يتم التحضير لإعداد القائمة الدولية وإرسالها للفيفا خلال الشهر اللي جاي على هامش المعسكر فيتور بريرا زار المعسكر امبارح وعمل اجتماع مع الحكام واجتماع مغلق اجتماع مغلق بريرا لم يسمح لأي فرض من خارج الحكام معسكر الحكام واللجنة ان يحضر هذا الاجتماع لدرجة ان عمل الاجتماع لوحده فكانش معا اي حد من لجنة الحكام عارفين طبعا ان لسه فيه تشكيل لللجنة وفيه تشكيل هيتقدم في جلسة اتحاد الكورة اللي كانت المفروض تبقى النهاردة اتأجلت للخميس اللي جاي عشان النهاردة اتحاد الكورة مشغول شوية في احتفال منطية الاسكندرية بالمئوية يمكن كل سنة ومنطية اسكندرية وكل الرياضيين في اسكندرية وهم طيبين النهاردة مئويت منطية اسكندرية فيه يعني منطية اسكندرية اقدم من اتحادات عريقة في القرى الافرقية في السنوات الاخيرة فدايما كده الكورة المصرية الحمد لله بيبقى لها تاريخ كبير جدا عموما عشان ما اتفرعش واروح لنوقع تانية بريده كان حريص النهاردة حريص مبارح ان يعمل اجتمع مع الحكام لوحده ما يكونش معاه اي حد من اللجنة رغم ان فيه كابتن احمد ابو العينة كابتن محمد فاروق لكن هو كان حريص ان يقعد مع الحكام لوحده وتكلم مع الحكام بكل صراحة ما شاكلكوا ايه؟ المسم الجديد عايزين نعمل ايه؟ التصنيف ازاي؟ ولكن الحكام لما ردوا على مشاكلهم وقالوا له يعني على مشاكلهم قالوا له مشكلتنا في المستحقات قال لهم مش بتاعتي ما تكلمونيش عن المستحقات قالوا له بس ايام فترة كلاتنبرج كان بيحصل كذا 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 كنا مثلا بنتأخر عدى مثلا ثلاث اسابيع ما ابضناش الاسابيع ديت فبننكلم كلاتنبرج كان بينزل يكلم الناس في الاتحاد كان على طول فلوس بنتحول دايق شوية يعني بريرة الجزئية دي دايق شوية من الجزئية دي وقال لهم انا مليش علاقة بحد غيري انا كلموني على الشغل الفني لو في مشكلة في موضوع المستحقات انا اجيب حد من الاتحاد يوض معاكم طبعا الجزئية دي يمكن عملت حساسية شوية ما بين بريرة والحكام واقول لكم بصراحة يعني بريرة برضو حاسس كده وعنده شعور وقال الكلام دا للمقاربين منه يعني ان هو شايف ان الحكام مش مقتنعة باجتماعاته وشغله واتكلم حتى معاهم في الامور الفنية قالوا له احنا في حاجات بنشوفها في معسكرات الفيفا والكاف وفيها تعليمات مخالفة شوية عن اللي احنا بنسمعه لما بنعمل معسكرات في مصر فدي جزئية فنية اتكلموا فيها مع بريرة عموما عشان ما اطولش عليكم في الجزئية دي واحنا كل من بنحاول نعرب من الكواليس عشان نعرف ازاي الناس بتستعد الموسم الجديد عشان ما نتفاجئش لما الموسم الجديد يبدأ وانلا في مشاكل ما نبدأش ندور لا نبقى عارفين اللي بيحصل وحضراتكم اكيد معنا لازم تبقوا متابعين يوميا المستجدات عموما اتكلموا معاهم في موضوع المستحاقات هو الدي زعل اللي هم مش بتاعتي هنا هكلم مسؤول في الاتحاد ييجي يوعد معاكم وفعلا حصل الكلام ده وبلغ مسؤول الاتحاد والنهار ده فعلا الاستاذ وليد العطار اجتمع مع الحكام قبل ما اروح للجزائية دي بيرق انبارح مع الحكام بيقولهم طب انتوا عندكم مشكلة في المستحاقات اللي عنده مشكلة في المستحاقات ما يحكمش ما ينزلش يصفر انا حتى عامل ليحة وكاتب فيها كده اي حكم ما خدش مستحاقاته ما ينزلش الملعب فالحكام رد عليه قالوله نقطة مهمة جدا قالوله احنا ما نقدرش نعمل ده في مصر يعني احنا بنحافظ على المسابقة شكل المسابقة ما ينفعش نعمل يعني ازمة للربطة او نعمل ازمة للاندية والشكل العام للقرى المصرية ما يبقاش يعني بالشكل ده لو احنا بنزلناش وحكمنا والمسابقة ممكن تبوز والشكل العام للقرى المصرية مش هيبقى كويس حتى هو لما اقترح قالولهم خلاص اللي ليه مستحاقات ما يحكمش بره في اوروبا بيحصل كده ولكن وضعنا هنا بيختلف شوية عن الجزئيات دي معموما النهارده الاستاذ وليد العطار قعد مع الحكام وقال لهم ايه عن حاول نصرف فلوس قبل بداية الموسم يعني بداية الموسم خلاص هنبتكلم في حوالي تلاتة اسابيع الموسم لو بدأ يوم عشرين تسعة مثلا هنبتكلم بقى حوالي تلاتة اسابيع او خمسة وعشرين يوم فهنحاول نصرف جزء من الفلوس قبل بداية الموسم ولكن مدهمش اجابة قاطعة على مسألة المستحقات اللي وصلت لحوالي دلوقتي تلاتين مليون جنيه لان الحكام في الدور الممتاز ماخدهوش مستحقتهم من الاسبوع التلاتاشر الدوري العام حوالي سبعة وتلاتين حوالي كيام أربع وتلاتين اسبوع أربعة وتلاتين اسبوع يعني بنكلم فيه عشرين اسبوع فيه مستحقات ما ادفعتش الحكام سواء حكام الساحة حكام المساعدين الحكام تقنيت الفيديو כל دول ماخدهوش مستحقته فكلام وادي العطار معه من النهارده يعني ايه هدى الامور شوية والحكام هتستنى وتشوف إلا هيحصل الفترة اللي جاي الجزئة المهمة اللي عايزة أختم بها الملف ده إن اجتماع الخامس الجاي أتمنى أن التشكيل اللي يعرضه بريرا يكون فيه اختصاصات مهمة جدا أولا وأهمها أنا مش مهم معايا مين نايا برئيس اللجنة والتعينات عرفنا إن بريرا هو اللي هيشتغلها يعني هو اللي هيعملها بنفسه هو اللي يعين حكام الدور الممتاز وده شيء كويس هنشوف هيشتغله إزاي وهيجيب مين معاون معاه في الجزئيات دي ولكن اللي يهمني حاجتين اللجنة الفنية وعضاء اللجنة يبقوا ناس محاضرين في الكاف والفيفا الناس بتدي محاضرات مش ناس أساسا لا واخدى كرسات ولا واخدى دراسات ولا من الحاجات دي كلها زي السنة دي يعني السنة دي اللي كان بيعين الحكام لا عمره دخل كاف ولا عمره راح فيفا ولا نزل حاكم ماتش في حتى بطولة ودية للاتحاد الإفريقي ما حصلتش فلما يعين هو ما عندهش الخلفيات لأنه كمان عمل مشاكل حتى مع التحادات العربية في استدعاءات حكام دوليين وكان مشاكل غريبة جدا يعني حصلت الفترة اللي فاتت تنم عن إلت خبرة أو ما فيش خبرة في مسألة المباريات الدولية وحكمة التعامل مع الحكام الدوليين تحديدا يعني ولكن اللي اتمنى الفترة الجاية اللجنة الفنية أعضاء اللجنة تكون ناس خبيرة ناس فعلا سفرت وحكمت مباريات دولية ناس لها بيع طويل في المباريات القرية محاضر في الكاف محاضر في الفيفا خد قرصات على قل أو دراسات الحاجة التانية والأهم المسؤول عن تقنية الفيديو يكون حد فعلا يستحق أن يكون في المكان ده لأن تقنية الفيديو السنة اللي فاتت واللي قبلها الكوارس كلها كانت جاية من عربية الفار كل الكوارس كان جاية من عربية الفار فالمسؤول اللي هيكون عن الجزئية دي أيا كان بقى ييجي كابتن تامر دوري وهو من المحاضرين بتاع الفيفا حد دلوقتي الفيفا بيعتمد عليه في الكورسات ممكن على فكرة ييجي مكان عصام عبد الفتاح في كورس الفيفا السنة الجاية ممكن يبقى عصام هو اللي مكمل السنة الجاية هم دلوا الاتنين من مصر اللي بيمثلونا في محاضر الفيفا فعايزين حد بخبرات كبيرة يقدر يشتغل في موضوع تقنية الفار عشان السنة الجاية مش هنتقبل أخطاء كارثية تاني في مفهوم بروتوكول الفار يعني كفاية السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها الناس اتعلمت والناس خدت مطشط كتيرة وابتدت خلاص تبقى عارفة الفار بيدار ازاي فالسنة الجاية محتاجين حد بقى ييجي يدي تعليمات صحة لا يقول روح البرتوكول ولا يعني روح الاحتواء والكلام اللي كنا بنسمعه في الفترة اللي فاتت ييجي عارف تعليمات مصبوطة لما حكام تقعد مع رئيس اللجنة تقوله احنا بنسمع تعليمات هنا مخلف البر لا عايزوهم يسمعوا هنا زي بر فاتمنى ده يحصل خلال الفترة اللي جاية ويكون بقى يرم جاهز التشكيل بتاعه في اجتماع الخميس المقبل بإذن الله